الراديو 9090 هواها مصري عن باب الوراثة وايه الحال انا شايفها اكيد بتشوفها بباباها طبعا طبعا لانه ده مش من الصفات الوراثية وعلى فكرة الاطفال ممكن يعملوا كده سواء كانوا بيقلدوا حد او بيعملوا كده من غير ما يقلدوا حد بس طبعا احنا في الكيس دي او في الحالة دي احنا عندنا سبب وجيه انها تكون الطفل بتتشبه باباها لكن في نقطة مهمة جدا جدا في السؤال ده هو لو افترضنا للوقتي ان باباها بطل الطفلة لازم تبطل في ساعتها لأ لانها هنا الموضوع بيدخل فيما يعرف بحاجة بنسميها الانشطة المهدئة يعني الطفلة ممكن تعمل كده عارفة زي الكبار لما بيعودوا بيهزوا رجلهم يعني فهمة فهو الموضوع كله ان احنا اولا نحاول طول الوقت لما نلاقي الطفلة بدأت هذا السلوك نحاول نشغلها بطريقة غير مباشرة في سلوك ما تستخدم فيه ده فهمة قصدي وبعدين انا بحس البنائت ممكن مومتها توريها دوافرة كده تقنيعها تلقى ابو سينا دوافر شكلها حلوة ومنصقة ده تاني كنت لسا هقولك ده تاني حاجة انه التشبه بالام بيكون من النقط او من الالعاب السحرية جدا اللي نقدر نعدل بها سلوك البنات زي التشبه بالاب في حالة الولاد فلما توريها دوافرك وكده وتقولي ان شو في شكلها حلو ازاي انا عايزة بقى دوافرك وحتى في الممكن على سبيل البهجة يعني ممكن يتجاب لها المنكيرك حتى بتاع الاطفال والالوان وكده لو مش في المدرسة مرة بالزبط كده اه فده قصدي ان ده بيسبب طبعا سيحس تلت سنين يا فاطمة تلت سنين يا تلت سنين يا اللي بتودي الطفل ودي الشوكولاتة بايدك حطاها في التلاج انا عمري ما هنسالك الموقف عايزة يبعده حزم شوية حط الشوكولاتة بايدك اللي هو اللي انت بتحبها دي حطها بايدك بقى في التلاج انا واسكة فيها دكتور الوقت دي عنده عزمة برضو ايوه مطلع عيني بس عنده عزمة طب دكتور انا عايز قولك على حاجة نعم انت عارف ان انا وانا صغيرة كان عندي موضوع اه قدت الدوافر دي وده المامتي حاولت معي كتير وكده ديما دوافري وصغيرة قوي ودهين جيت وصلت بقى لسنين المراحق ايدا انا عايز اعمل بقى دوافري وكده فالحد دلوقتي انا بقردش يعني ما بقردش الدوافري خلاص اشانا بحب اطولها بس لما بتوتر لازم اصباعي ده كده حط دوافري مش عرقضها بس اه اللي برتح بال يعني بان انا صند دوافري كده مش عرقضها بس صندها برضو ده اللي انا كنت عايز اقوله ان في رنج كده انه ما بين التشبس بالعادة بشكل مرضي او بشكل سلبي او بشكل يعيق ما بين اي حاجة بتهديني صفة يعني اه الوقتي عايزين نوصل الحالة المثالية للاطفال ولكن ده مش هيمنع انها بعد كده هيكون لها خصوصية اه الشخصية انها اه زي اي بنت او زي اي ولد بيجبر بيجبر معها خصوصية لبعض الحاجات بس بيا دكتور خد نفس كده خد نفس شاهيك زفير